السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنقول الكلام بسط جدا لايحد حابب بيبدأ في ان هو يشتغل مدرب او محاضر اولا دي حاجة محترمة جدا ان انت توصل المعلومة وده شيء يعني من افضل اشياء يعني المهنة المعلم دي مهنة قوية جدا ومهنة محترمة جدا وحاجة ما شاء الله ان انت بتنشئ جيل اخر ان اثقر عارف المعلومة وبتوصل المعلومة بس لازم ناخد بالنها من حاجة ان Anne ممكن يكون واحد قوي في المادة بس ما عندوش ملاكات توصيل معلومة ممكن يكون واحد قوي في المادة وبيعرفو اصلنه قبيره بس ما عندوش مهارا الادارة فالثلاث حاجات لازم نفرق بينهم فلاازم انت يتحول ان يب عندك المهارا بتاعت توصيل معلومة تمام بداية ان لازم تكون محاضر المحاضرة اللي هتداها اله النهاردة قويسًا جدا محاضرة كورس كويس جدا تطبق اللي انت عايز تقوله ممكن تفي مع حد اللي انت تشرحوله بحيس ان انت لو في عندك اي اخطاء تتفاديها قبل ما تخش في المحاضرة حاول ان انت قبل ما تحضر المحاضرة تعرف الناس بتفكر في ايه يعني ممكن تكون انت بتدي محاضرة والناس يعني شايفة انها استفاد منها حاجة تانية او فدمها حاجة تانية او انت مثلا عايز تشرح جزء معين وهما يفكروا في حاجة تانية يفكروا مثلا احنا عايزين نخش في الانتريور او انت بتكلم في ان انت مثلا عام حسابك ان هما كلهم معماري بتشرح كورس بينك النظريات بينك وهما كلهم انشائي فانت عايز تغير الامثلة اللي هتديها بحيس تكون مناسبة لناس اللي هتحضر فلازم تبعث كده تسأل كل واحد يقول لك متوقع عمي الكورس دوت هو خبرات و ايه قبل كده يعني ممكن تلاقي كلهم مسلا عارفين في الفوتوشوب وانت هتشحلهم مسلا كاد فتحاول تقرب او تدرب امثلة بالطبقات او الليارات اللي موجودة بالكاد بالطبقات الموجودة في الفوتوشوب وكذا يعني لما تبعرف الخلفيات العلمية بتاعتهم ده يسهل عليك لما يكونوا طلبة غير لما يكونوا ناس شغالة خبرة غير لما يكونوا ناس اكاديميين يعني بتفرق وبتجهز الكورس اللي نسيبهم هما تمام؟ حتي تنحب الاسم كورس المستويين ده نحبهاش خالص او يعني هيطلع نص متعلم بشايفية حده خالص يعني كورس ريفت مستوى اول وبعد كده احتمال مستوى تاني ما تلاقووش بيتبقى سيئة وبالذات لما تقول مستوى اول للمبتدئين غير متقبل في القطع العربية بره عادي بره بيسموا الكتب اللي هي الاسسية فور دامنز يقولك بيم فور دامنز ريفت فور دامنز دامنز يعني اغباب بس نحن 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 لترجمة ايه للمبتدئين لا خليها قول اسسيات مثلا وانت بتشرح بلاش تقول ايه هل حد مش فهم حاجة هل حاجة غير مفهومة ممكن اللي ادنامك يعني تكسف او شكلها بش زريف تمام؟ حاول الاسئلة كلها تجاوب عليها لو في سؤال انت مش عارفه ممكن تخلي الناس كلها تشارك في الإجابة لو انت مش عارفها قلهم المرة الجاية هدور عليها واجب لكم المعلومة ولو ملاتهاش تعالى المرة الجاية ولا انا دورت على المعلومة ملاتهاش انما انت تعتقد ان الطلبة نسيت لأ ده انت كده بتديهم تقييم فانت حاول قادر امكان تجهز كويس ولو في ايه اسئلة تحاول تلالة حلها وملاتش حل طولهم انا فعلا دورت وما نتهاش وعرفهم او شركهم معاك في عمليات تعليم يعني ممكن تخليهم يحضروا معاك حاجة معينة تخلي الحاجات تفاعلية تخلي في جزء هما يعملوا كلهم حضرة طولهم طيب في جزء معين هنطبق عليه نعمل عليه بحيث التفاعلية ديت هتبعها كويسة جدا لو في الناس من الطوعين مثلا يعالجوا جزء معين يساعدوا حاجة معينة يجهزوا حاجة معينة بيبتوا بكويسة جدا بتخليهم اكتف معاك ويعني صحيحين انما لو واحدة هتكلم والناس كلها نايمة وصوت بتاع ورطيب يعني من دبن الحياة في الصور المحاضرة ما تبقاش صوتك كله ثابت لا مرة واحدة تعلي صوتك ومرة واحدة تتهدي حسب انت شاف الناس اللي قدامك بدأوا ينام وتروح معالها سينا كده تحس تفوقهم حاول تبقى في مكافئات عارف لو في مكافئة بسطة جدا مثلا اللي جاوا بحاجة كويسة مثلا شكولاتة كتاب بدي اف مش هيكلفك حاجة اما كلهم هيدو البعض بس ان هو يعرف ان ديك مكافئة مقابل ان هو عمل حاجة دي حاجة هتفرحه وتخليه فاكرها وتربط الكرس بحاجة كويسة او مثلا طب اللي هيعمل حاجة دي مشروع دوت ليه مكافئة معينة او اللي هيعمل حاجة يعني اربط الحاجة بمكافئة بحيس ان انت تحمس الناس على الموضوع دوت وشجحوا من هم اسألوا كل شوية طب في اسئلة طب في اي حاجة طب اسأل انا حاول ايه يبقى في جو من من اتفاعل بينك وبينهم وقدر الامكان قدر الامكان حاول يبقى في دعابة في النص بحيس ان الناس ايه ما تملش يبقى في نقطة في النص في دعابة في النص في سورة زريفة حاول يبقى في اساليب سامعية وبصرية متنوعة تسهل الموضوع وتخلي الناس متابهين اكتر تكون مثلا مجهز فيديو معين تكون مجهز صور معينة تأكد من اضافة المكان تعالى بدري شوية تأكد من نور الاجهز الكمبيوتر اللي هي التصوير التاولات كل حاجة تأكد انك وايسة اهتم بمظهرك الخارجي برضو لازم يحسو ان انت الراجل مش لازم تبقى لابس حاجات فخمة لا يكون مهتم بس منظرة كده ويكون شكلك حلو ومهندم بإذن الله خليك سعيد ان انت بتدرس للناس لان ده حاجة كويسة جدا هم يحسوا بيها حاول ان انت تمدحهم غير ما تبالغ في المرح دوت حاول ان انت مهما حصل ما تقللش منهم او طول انتو او ضف عقبية او عمرو شوف تحدي بال يعني لا حاول تمدح اي حاجة كويسة لو حتى كلهم سيئين اي حد يام الحركة حلوة امدح الحركة الحلوة دي هتلاقي المرح ده هيخليهم يكرروا حركة اثنين من ثلاثة واربعة المرح الجيم نتيجة كويسة جدا مع الناس مدام في الحدود من غير مبالغة ومن غير بروبا جامدة وحاول ان انت تحصل على تقييمهم في الاخر واذا كان عندهم اي مشاكل يقولك عليها عندهم اي مشاكل اعتراضات لان ان يتطور نفسك وتحاول ا taxلي نفسك الناس جاي عشان تاخد معلومة مش جاي عشان تطلع اخطاء او تصد اخطاء فانت حاول قدرى الامكان تكون واثق من نفسك حاول ان انت اتوصل معلومة بامانة ما وتكتبش اي حاجة خالص لان دى امانة حاول ان انت تنقل كل اللي انت تعرفه قدر الامكان توصلهم معلومة وتخليهم يطبقوا مش فكرة انهما يعرفوا المعلومة بس لا الفكرة ان هما يستفادوا منها ازاي حاول تشوف الحاجة دي هتفيدهم ازاي في الواقع العملي يعني بدل ما تقول مثلا احنا هنشوف النهاردة في الكورس ازاي ان نحط شباك لا اقول لهم احنا مثلا رسمنا غرف هوت فمحتاجين تهوية فمحتاجين ان احنا نحط نبقى فيه اماكن للتهوية فمحتاجين ان احنا نحط شباك فكده حاسوا اه ان الواقع ده عملي عكس لما يقعد يعرف حاجات نظرية يعني احنا قعدنا بدرس جاة وجتة وزاة وزاة وزاتنا كتير ومش عارفين ما لازم انت ايه فعشان كده يعني اكسر الملك اه ده هنستخدمها فكذا وهتستخدم المعضلات دي فكذا فده بيخلي الانسان عنده سعودة ان هو يتعلمها ويعرف اه دي هنستخدمها باش مجرد حد نعملها حشان يعزبنا